حاجة اسمها الابواب المواربة ان احنا لما منخلص علاقة احنا قلنا في اول حاجة عدم التعافي منها لا لما منخلص علاقة ما منقفلش مع لفها صح ما منقفلهاش خالص يفضل في ايه باب موارب والمقصود بالباب الموارب ده ان الالاقة السابقة لم تنتهي بالنسباله يعني ايه لم تنتهي فما زال بيحب طريقه ترقته ما زالت بتحب طريقها لكن الرجوع اصبح مستقيل عشان فيه جواز جديد فبيضطر يكمل حياته عشان ينسى حبه القديم بحب جديد لكنه بيستمر في المراقبة ومتابعة اخباره خاصة على السوشيال ميديا او يتابع اخباره ويا سلام بقى لو كانوا مع بعض في الشغل فما بيتجوزوه علاقة وما بيركس علاقته جديدة وطول الوقت حاسس ان فيه نصه متاخد منه حاسس ان هو عايش بنص قلب وبنص حياة وبعين واحدة في العين التانية بتبص على الباب الموارب الباب المفتوح انا دايما بقول للناس ان الابواب المواربة ما بتجيبش تراوة الابواب المواربة بتجيب سم عارف انت البتاع ده وقت اللي يجيب التهاب رئوي ويجيب تعب ويكسر الجسم ويخلي الانسان مش قادر يقوم او ده بتاع الابواب المواربة يفضل كده مش قادر يصلب طوله ومش قادر يقف على حيله ومش قادر يتعامل بجدية في العلاقة الجديدة مع ان حضرة النبي علمنا ان لأهلك عليك حق فالرجل ده ليه حق الست دي لا حق لكن ما حصلش التعافي ولذلك يجيب التعافي من علاقات السابقة قبل الدخول في العلاقة الجديدة قبل الدخول في اي علاقة جديدة يجيب التعافي وما فيش حاجة اسمها ايه اللي حاصل وداوني بالتي كانت هي الداء لا خالص لازم اتعافي ما روحش ما روحش احاول انسى انسان بانسان انسان ده مش لعبة عشان انسى انسى حد تاني بيه من حقه ان هو يقول كده التحدي الاخير اللي هو التحدي التاسع ده ان الزواج التاني لتربية الاولاد يتجاوز جواز تاني عشان تربية الاولاد بعض الناس بيقرروا انهم يتجاوزوا جواز تاني بيبقى الهدف منه توفير ام بديلة او اب بديل لرعاية الاولاد في البيت وخاصة في الست يتجاوز عشان تبقى ام وكأنها بتتحول الى خادمة مدفوعة الاجر او توفير اب بديل يقوم بالصرف على الاولاد لان ابوهم طلق الطلاق طلق ما يسمى طلق الاولاد طلق الام مع اولادها واكيد ده مش بيكون علاقة صحية لان الطرف التاني بيشعر بدا ويحس ان هو للأسف انسان مش مرغوب في ذاته ومن هنا بنسمع بقى اوقات كتيرة عن زوجة الاب اللي بتضرب الاولاد وتعذبهم وزوج الام اللي بيعتدي على اطفالها او بيحرمهم منهم ويشترط رجوعهم لابوهم وعدم رؤيتهم وانا دمنا مش بقول كل الممارسات دي ممارسات انا ببرارها لكن انا بفسر الممارسات دي بتحصل ليه ويمكن دي المعنى اللي من اجله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا جابر لما تزوج امرأة سيب سيبا لاجل تربية اخواته فهل بكرا تلعبها وتلعبك يعني ايه اللي حاصل ما كنت جوزت حد فلما فهمه سيدنا جابر يعني او وضح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما يستطعش يعمل غير كده وكأنه هي كمان كانت فهمة ده اذا ما ينفعش كمان ان حد يجوز وده تحدي كمان ممكن يضيفه ان يهرب من لقب مطلق او مطلقة بعض الناس بتعمل كده عشان المجتمع بيوسم المطلقة والمطلق بيقولوا اهي جوازة والسلام احسن من ان سمعاته تبوز ويبقى بالتأكيد ده اسوأ طريقة للجواز مرة تانية لان الاختيار بيكون مش على اسش سليمة لكن بيبقى اختيار اختيار الهربان طب نعمل ايه بقى عشان الجواز التاني اللي هو الجواز بعد الانفصال الجواز الجديد ده ما نقعش فيه اشياء تفسده وتفشله ويبقى تجربة ممكن تكون مرارتها افدح بكتير من مرارة التجربة الاولى اول حاجة اول حاجة لازم نعملها عدم التسرع في الزواج الثاني الا بعد تمام التعافي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بييجي بقى كلامه الجامع هنا مهمة اوي اوي لانه علمنا حضرة النبي التأني من الله والعجلة من الشيطان الشيطان يفضل يلح علي او عايز يفسد علي حياتي يلح علي اتجوز اتجوز لقى عندك حاجة اتجوز اتجوز اتجوزي عندك حاجة ما تعوضيش كده لوحدك لازم فييه اللي يحصل فيتجوزه من غير اختيارات ومن غير اقرار المعايير فييجي الجواز للأسف اسوأ من الجواز الاول ليه طيب ييجي الجواز اسوأ من الجواز الاول لان الحقيقة التسرع ده وتجوز المعايير للأسباب اللي احنا قلناها بقى ان فيه حد عايز يجيب عكس الصفة اللي كانت موجودة في الزواج الاول اسباب كتيرة بقى طيب نعمل ايه بقى